في مثل هذه الأيام تعلمون أنه يعني في وقف وقف الأيتام أولا هذا الوقف هو في مكة المكرمة يعني في أفضل الأماكن وكذلك هذا الوقف يعني التبرع فيه في هذا الزمان يعني أقصد عشر ذي الحجة شيء عظيم وشيء جليل لأنك أن توقع العمل الصالح في الزمن الفاضل وفي الوقت الفاضل وفي المكان الفاضل يعني هذه عشر ذي الحجة والوقف في مكة المكرمة فاجتمع فيه شرفان يعني شرف الزمان وشرف المكان كلما اجتمعت الفضائل كلما زاد العطاء وزاد الخير طبعا ترد ظهر لكم أرقام الحسابات والباقات في السهم الشامل اللي هو ب350 ريال فجودوا بما تستطيعون وقدموا لأنفسكم فإن هذا من الخير العميم طيب نشوف كذلك بعض المشاركات ما شاء الله هنا أحلام مين كذلك وسعدية الغامض وأميرة نعم طيب أنا شكرا